سمعت دي بمناسبة ان اللعيبة برضو لازم تبقى طول الوقت تبقى فاهمة ان هي تحت ضغط الفوز وتحت ضغط برضو القيم والمبادئ وان هو لعيب كورة فسماعتي انه فيه لعيب في الاهلي من الشباب اتخانق مع كابتن كرام مرسي في راشدان المدافع بتاع الاهلي عبدالرحمن راشدان في المنتخب الشباب مع كابتن كرام مرسي ومساعد كابتن معموز جابر مدرب العمل وانه بسق عليه والاهلي اخد اجراء عنيف وبيحقق معاه وفي عقوبة خوية جدا معان الموضوع في المنتخب لسه اقولك طب قبل وهو بسق علي نتيجة ان الكابتن بقوله كابتن كرام برضو سب وسب مش لطيف يعني قال له برضو اللفظ مش لطيف قبل قبل ده هو مش حضرتك فيه ويبقى فيه تقرير من الجهاز الفني والمدرب العمل المنتخب وكابتن محمود جابر قال الكابتن بي بالواقع واتحاد الكورة لا مهو اتحاد الكورة لازم حتى لو تم تزليل ما دخليش بقى تايو لا حتى مهو يزعل ما اللي يزعل يزعل مهو ده الإجراء الصحيح يا وزي محمد يعني ده الإجراء الصحيح ايه اللي حصل عملتين نهاردة كسابنا اربعة من السنغال فحط تحت 20000 حاجة بقى ما تعمل ايه تعمل ايه يعني النهاردة لما تطلع النهاردة اتحاد الكورة يقولوله الاستقيل يقولك لا انا متمسك ومشروع تطول اتحاد الكورة واخر حاجة نهاردة يقولك تشكيل لجنة وزارية جديدة عشان ترجع تراجع النهاردة نزلت اللجنة عشان تشوف الأمور المالية عشان تهد نستموهر الأمور المالية طمانت اخر حاجة ايه لك لا تنبير جيل فلوسه واخر حاجة متكلم الكابتن ضياء الصيد امور المالية في الاتحاد اه طب مش ده الحل يعني مش ده الحل لا اصلا مش كده ازم حمد يحنا بص واحنا مش كون لما بتحصل ازمة في الاتحاد الكورة يجوا وقولك استقيل لأ مش هستحيل يقولك نزل اللجنة وبعد كده يومين تلقى اخر لجنة كانت امتى في الاتحاد الكورة اخر لجنة كانت ايام كرتن برجل ما لحقتش يعني كانت قريب لا مش اخر لجنة اخر لجنة كانت بعد مطش مصر وبلجيكا في الكويت فاكر القصة والعقد والفلوس قالك برايتها براحت لجنة قالك كان هياجب ان تقوم بتعاقد افضل منها نا برايت 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 فالليجن زي ما انت بتقول مسكن وهذه مش ده مش ده الحل لكن خلينا اقول لازم انت حضر الكورة حتى في ظل اسوأ الظروف يتخذ موقف طبعا انا بقدر واحترم ادارة الناد الاهلي انها تبعت لعيب ده اصدي بقى طبعا حاجة شيء محترم من ادارة الناد الاهلي ان انت اللاعب بتاعك حتى لو كان بعيد عنك في المتخب الشيء هنا اللاعب والمتخب مقدرش يتخذ اجراءه لكن انت اللاعب الناد الاهلي وتمثل الناد الاهلي سواء في الاهلي او في المتخب بدلا اتخذت اجراءه غير لايق لازم تاخد باس الله باسة التقويم المبكر شيء محترم طبعا التقويم المبكر شيء محترم من ادارة الاهلي حتى لما الولد قال بقى اللي لفزي كذا 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 برضو ما لا يلي خنك تبص لها فان المتحال الكورة كان خد قرار اساسا من يعني بشابه كم شهر من لا اقال يمشي بالمعصر يبقى عبرة لان انت النهاردة ماتش يعني ماتش السنغال انا اسمع انه معرفش كان في جول لما متحطش في التشكيل الاساسي قابليها المتشاط اللي قابليها خدت شانطة ومشي فارجعوش هدوتين كان فيه مفلات كان فيه مفلات وفيه عدم صدق انا باسمع حاجات مش مصدق كان معصكر بص يا فانديم المنتاجي يقول لك معصكر بولا جاعب النادر السيد احمد نادر السيد لما لقى مصطفى مخلوف اللي عيلعب البطولة خد شانطة ومشي معصكر منتخب الشباب هل يهل ده بيحصل هو تمثيل الكوميديا السوداء للكرة المصرية كل اللي كل مساوق الكرة المصرية كانت موجودة في منتخب الشباب فشل سيطرة مدرب يا بليغ ده شباب يعني اكتر سن المفترض يبقى الولاد فيه ملتزمين لسه مبقاش سوبر ستار لسه يعني محسش بزيته صح او الله غلط مالقيوش القدوة اللي بتساعدهم مفيش انضباط مفيش انضباط مفيش القدوة اللي تقدر تعمل كده النهاردة كابتن محمود جابر لما يطلع مثلا مدير الفاني يقول له لا استنى يقول له لا انت تمشي يعني مكانش مثلا قبلها تلات اربع شهور زي ما تكلمني لا لا خلاص انت المطش ده كنت وحش انا اللي اسمع كلام انا الرجل ما معجبوش يطلع يتكلم تاني بعد تاني مطش يقعد هو اللي يتكلم انتو تلعبو كزا كزا تطلع النتيجة كده فمفيش محدش عارف مين المدير حتى المدير الفاني اللاعبه اخر مطش مكنتش مقتنع به ما سمعت لهوش لان انت اللي عارف تسمع كلام المدير الفاني المتاخب الاول ولا المدر بتاع فهدي كان كرسة بكل المعيه انا بس عاوز قابلي يعني مبعد عن موضوع نادل اهلي شوية على فكرة انت تكلمت في نقطة ايجابية الجمهور الجمهور زي ما انت قلت ان هو في لعيب النهاردة بيشوفه احسن لعب في الدنيا وفماشر ده القصد بيها مش ان الجمهور يتجاوز لا 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 بس ما تدللش صح؟ ما تدللش الجمهور في المعب يزوم عن اللعب طبعا ما تهتفلوش ويعسوش يا الميديا ما تهتفلوش لازم تحسسوا بالقصد ده اللي حصل بعد ماشر يعني ان كان بالبلد كده الراجل كلها قال جاي من اللاعبت الاهلي وطلع يتكلم قال لك اه ما انا بقولك لسه 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 خلينا لازم اقولك لسه بس واتكلم لما يطلع يتكلم عن اللعيبة يقولك اللعيبة مش مش ملتزمة بتعليماتي يعني في حتة بصراحة انا استفزتنا شخصيا مش عارف الكابتين احمد ورحاجل قالك اصو الحصص التدريبية اللعبة وقليه لمش لاقي امر انت امر انتيم شو اليوم وقلت لعبت الاهلي اللعبة الاهلي المحترفة وده كله لعبت الاهلي لسه محتاج انت عاوز تديهم حصتين تدريبية في اليوم عشان تعرفهم وقال فترة اعداد الاهلي ما عملش فترة اعداد وقال من قابل دور كورونا اللي الاهلي اصر عليه من ايه والرجل دلوقتي يرجع من قابل دور ايه لما وكان قابلها برضو الدنيا اللي اصر عليها عشان ياخده الاح 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 هاربت الاخ الاخ انت لما تحب تفكرني بحاجة من ثلاث سنين تقولي فاكر السنة للاهلي اصر عليها عشان ياخد دولي وانت بتاخدها دي نموذك عشان تفكرني باية عشان سنة عشرين عشرين عايزة 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 عشان تفكرني بياها ودور دوت سبب انتكاسات الكرة المصريه لحد الانتكاسات ويا ما كانش في انتكاسات قبل قش لا ما كانش فيه كده يا راجل ده تسعتاشر منتخب مصر خارج من دورو الستاشر ايوه ماشا انت كنت قبلها كاس أمم افرخية دورو الستاشر ايوه انا بقولك هي قبلها دور كامبايز انت بتقولي عشان عشان الاهلي عشان ايه؟ انتكاسات ده الاهلي بطل دخد الاهلي الدورة بتقول الافرخية مرتين في التلات سنين اللي فاتت ايوه ماشا انا بكلم انا بكلم مع الكرة هو الاهلي هو الكرة المصريه طيب ده الاهلي بيحقق مع العيد بتاع القرى ما عملاش انتكاسات ايه؟ انت هبت انتكاد انتكاد القرف دي ان هو محققش مع قهربة لحد دلوقتي؟ مين قال ايه؟ كلنا قولنا معندش معلومات ايه؟ شغال لك تندباط جابيته من 3 يام والقرى لسه ماتخدش لحد دلوقتي؟ اه انا كمان هنروح لبقى للاندباط الجديدة والمستشار الجديد ونقول له لا في الاخر مش فيه يعني فيه اجراءات بالتم عشان برضو ان نقول برضو عاديين مستنين اهو ان نقول كلمة الحقيق برضو عشان يبقى الكلام الحقيق اللي بنقوله الناس استدعته ورأة صح؟ ايه طبع انه ده اللجنة دي لسه بعيدة عن الكرة الفترة اللي فاتت ومستشارين كلما جاء واسماء كلها يعني محدش يعني هيقدر يأثر عليهم محدش لا لا ولا اللي فاتت كان حد يادر يأثر عليهم بصراحة برضو عشان برضو لا بس اللجنة الفاتت يعني كان متداخلة وعندها فكرة عن الوضع والرياضة وموجودة موجودة لكن دي لسه برضو لسه موجودة لسه حتى اداريا بتتواجد انا عايزة ارجع لعبد الرحمن الرشدين وبتكلم انا فكرة اللي هو ايه انت في بعض الاحيان زي ما احنا بنتكلم ان النعيب ما تدللوش الجمهور الاسماء برضو لان ان دي بتيجي في موقف انا فتحت ليه موضوع عبد الرحمن الرشدين